الغطاء الواق الجديد لمفاعل تيرنوبيل النووي سيوضع في مكانه المحدد في الأيام المقبلة عملية تحريك هذا الغطاء العملاق بدأت الاثنين لتستغرق حوالي أربعين ساعة قبل أن يتم تثبيته بشكل نهائي خلال خمسة أيام هذا الغطاء الذي يعتبر أكبر هيكل متحرك تم بنائه حتى الآن يزن ستة وثلاثين ألف طل بطول يبلغ مائة واثنين وستين مترا وارتفاع مائة وثمانية أمطار هذا تتويج لعمل شاق من قبل العديد من الأطراف على مر السنين في أوكرانيا والعالم الغطاء الآمن الجديد هو نجاح لم يسبق له مثيل للهندسة كما أنه بني معقد للغاية بنيت في المنطقة الملوثة وهو أكبر هيكل بري متحرك يقول فينس نوفاك مدير الأمن النووي في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بكلفة مليار وخمسمائة مليون يورو تم تصميم هذا الغطاء لعزل المفاعل النووي رقم أربعة في تشيرنوبيل بسبب تلف كبير في الغطاء الواقع الأول الذي تم بنائه في الأشهر الستة التي تلت الانفجار سنة ستة وثمانين من القرن الماضي اشتركوا في القناة